تحدي شغل المعلمين أذكر الله وصليه لعنبي أهم شيء ذكر الله وصلى عنبي الشغل المضيف نضيف يا جماعة الخير طبعا الجماعة اللي بتكلموا واللي بكتبوا المسيحات على المبعر وما المبعر طب لازم المبعر إن شاء الله كثير لحمين ما بتشيلوا طبعا هون لازم ينشج بعد ما ينشال المبعر عشان اللحم ميت مرة حكينا ما يتزفر يا جماعة الخير اللحم اللي كتبوه على التعليقات الفرج بين الروماني والبلدي أو المستورد والبلدي الفرج كبير كنكهة كطعم طبعا الروماني لا يقل عليه ما فيش مشكلة بس البلدي البلدي بلدي البلدي يؤكل شايفينه الروماني الله مصلى على النبي ما شاء الله ايش هي كندوز يعني بسكوت بتاكل هيك وفي اللي استوى بيستوى بسرعة ما فيش زنخة ما فيش زفرة للحية خاصة لما يكون ايش ترباية تكون انت المربي شايف الرابع ما شاء الله اللهم مصلى على النبي حاجة بسكوت ما شاء الله اللهم مصلى على النبي طبعا هون اللي بيفصل جماعة الخير تحسوا جراح على المفصل اللهم مصلى على النبي هيحفلة رجاب ما شاء الله اللهم مصلى على النبي هو هاد اللحم اللحم الكندوز اللهم مصلى على النبي عم الشيف عايزينك تعملين حركة هيك بالسكينة لفة حلوة هيك بالسكينة اللهم صلى النبي فجماعة الخير البلدي بلدي مافيش مقرنة بينه بين المستورات ليش البلدي بيتميز عن المستورات البلدي بيتميز عن المستورات باللية بتاعته في نكهة نكهة اللية له طعام فيه ناس تقول لك البلدي له شوخة والبلدي لا ما بنحبهوش على إنه راسي هو متعود على الروماني أو متعود على المستورط ما فيش مشكلة ونعملوك فيديو تاني نكتب لوك ونحكيو لك عن ميزات البلدي وميزات الرومان أهم شيء أنت لا تنسى ذكر الله بس وصل الله على النبي طبعا هنا الشغلة جماعة الخير شغلة كلها على الرومان لأن الرومان نظيف مش بسوق له أو المستورط بسوق له لا البلدي قلنا لا يقل عليه بس شايفين المستورط يعني الخصوة بتاعته عمره ست شهور طلع سكينة بتمشي لحالها السكينة بتفصل لحالها مش بسطوق التمثيل بالسكينة ورجعنا لكم ده عشان خطر نقول لكم المبعى المبعى رجماعة الخير شايفين لما ينفتح هينبين المبعى بينخال عليه من ورا من عند العصعوس بطريقة حلوة إن هو ما يظفر اللحم والمفروض اللي بيتبعه يشيله اللي بيتبعه الخروف لازم يشيله هون الشيف جاعت بيمتل الخروف التمثيل الصحيح إيه له طبعا أغلب اللحمين بممكن يشجي بجيها ودي بجيها وعادة وديني عائلوه فايدة الشج الصحيح إيش إن انت مهابت فاتفة العظم ما بيطلع معاك في الأكل عظم ييجي واحد يأكل عزم واحد ولا انت قاعد تاكل في بيتك بيطلع لك عظم اشتركوا في القناة